عامان من الحرب كافية ليس لتدمير حاضر ومستقبل بلاد فقط بل وتدمير ماضيه ايضا حرب اشعل نارها المخلوع صالح الذي عمل طوال ثلاثة عقود من حكمه على دفن الموروث الحضاري تمثل ذلك في تهميش المتاحف والمناطق الاثرية التي قامت عليها الحضارات اليمنية اما بالنسبة لاعمال الفساد المتمثلة في تهريب الاثار وبيعها فيرى مراقبون ان للمخلوع صالح ايد في ذلك حيث ان جزءا من ثروته التي حصدها خلال سنين حكمه حصل عليه من بيع الاثار والمخطوطات وتهريبها الى الخارج لم يكتفي صالح بضرب ارث بلاده التاريخي بمطرقته فقط ففي العام 2014 اعلن تحالفه مع ميليشيا جاءت حاملة انشعارات الموت للمواطن والفناء للوطن كانت هذه الميليشيا مطرقته الثانية التي وجه بها ضرباته الى ما تبقى من جسد الارث الحضاري والثقافي اليمني والذين حولوا المراكز الثقافية والادبية في البلاد الى ثقنات عسكرية ومخازن اسلحة مما جعلها عرضة لقصف طيران التحالف وما لم تدمره صواريخ الجو دمرته مدفعيات وصواريخ ميليشيا الحوثي والبخلوة تمكن صالح من خلال هذه الحرب التي اشعلها بكبريته وبارود حلفائه من القضاء على جزء كبير من ارث حضاري تاريخي يعد الاول في الوطن العربي فمن مأرب الى براقش الى قلعة القاهرة والى الكثير من المعالم التاريخية فقدت الحضارات اليمنية اجزاء كبيرة من جسدها العريق الذي ظل صامدا في وجه الاف السنين ارث حضاري كبير ذهب مع الحرب ولن يعيده اي ترميم او اعادة تعمير تاريخ شيد جدرانه الاجداد ونقشت صخوره ايديهم منذ قرون ودمرته فئة من ابنائه في عامين فقط اشتركوا في القناة